على سعيد آخر قررت الحكومة الفلسطينية منع التنقل بين المحافظات لمدة أسبوعين وأغلاق مدن الخليل وبيت لحم راملة ونابلس وعدد من القرى والمخيمات مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل ومنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات والمخيمات الصيفية وأي تجمعات في المحافظات الفلسطينية بشكل قاطع إضافة إلى إغلاق صلونات الحلاقة والتجميل والنواد الرياضية وقالت الحكومة نواجه خطرا صحيا حقيقيا يتطلب التكاثفة والتآزرة لتقريص مساحة انتشار الوباء الذي يسلك مسارا تصاعديا بأعداد المصابين والوفيات